يعني كان في بعض الصور كان اللي عرضناها دلوقتي كان وجود كابتن محمود الخطيب يعني في مباراة الافتتاح وحضوره يعني بناء على دعوة كريمة من حضراتكم ودي حاجة يعني أكيد بيبقى لها معنى ومغزة كبير من النادي الأهلي أنه حضور يعني أسطورة كبيرة رئيس النادي الأهلي مباريات البال من الملعب فده أكيد دعم وإيمان من النادي الأهلي بالدور اللي يقوم بالبال رأي حضرتك في دائع في البداية لدينا بالغ الاحترام للكابتن محمود الخطيب أن يشاهد هو أعظم لعب كرة قدم في تاريخ إفريقيا والآن رئيس النادي الأهلي هو دائما يظهر الدعم أتذكر منذ عامين حينما كنا هنا حينما أتى السفير اللعبة للنادي الأهلي أعتقد كان سعيدا وكان ممتنا لوقته داخل النادي الأهلي وأيضا حضر مبارياتنا نحن نقدر الدعم الجماهير أيضا الذي تعطونه والذي يوفره النادي للجماهير وأيضا أود أن أرى المزيد من الجماهير خلال الفترة القادمة وفي كل مباراة بالعودة لسؤالك الأول وهذا أيضا إجابة عليه لماذا أضفنا مجموعة أخرى والأمر من الصعب انتقال الجماهير إلى كل دولة في إفريقيا فبالتالي يجب علينا أن نوجد مباريات في هذه البلاد لنوجد فرصة لهؤلاء الجماهير لحضور المباريات فهذه اللعبة الآن تشاهد عن طريق الكثير من الجماهير وهذا هو ما نقدره من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وكل مجهود ودعم يبذلونه لتوفير الجماهير النادي الأهلي لمشاهدة هذه المباراة